اهلا بيكو في اول لاب من الالكترونيكس ECE211 ان شاء الله في اول لاب هناخد انتبه عن الاب نفسه ونعرف ايه الحاجات الاساسية اللي موجودة في اللاب والحاجات اللي هنستخدمها نتعلمها ونفهمها كويس طيب اول ما هتخش للاب اهناتا الستطاب بيبقى نتغل من ايه خبص بيبقى عندك ال PC اللي انت هتشتغل عليه بيبقى عندك حاجة اسمها Power Supply ال Power Supply ده وزفته ايه وزفته بيطلع لك DC Supply هنستخدمه في شوية اكسبرينس كمان شوية بيبقى عندك ال PC Based Oscilloscope and Function Generator وهيبقى في ورقة مجزوعة قدامك فيها ال Pins بتاعت ال PC Oscilloscope and Function Generator زي ما قلنا ال Power Supply ده هدف ايه هدف وعمتا انه بيطلع لك DC Supply Leak بتقدر عمتا تتحكم فيه عن طريق يعني احنا لو شغلنا كده السقلوي تقدر تتحكم في ال Value اللي طالع عن طريق النوب ده سواء تقللها او تزودها وهكذا انت هنا بيبقى عندك ال Output Turners انت اللي بتاخدها بتاخد ال Poster وال Ground هتلاقيهم انتوصلين بسلكة توصلها في ال Circuit بتاعتك لما تحتاجها تبقى تاني حاجة عندنا ايه عندنا اللي هو ال Function Generator وال Astroscope بتاعي الجهاز ده بنتقى البساطة بيعملين الجهاز ده بتوصل للكمبيوتر عن 3 USB انت طبعا مش هتشيل اي حاجة الوصلة دي بتبقى متوصلة انت مش هتشيلها والوصلات دي متوصلة انت مش هتشيلها ده بياخد ال Data اللي جاله من الكمبيوتر وهنا قدامك شوية اسلات كتير قوي او تقدر تقول ان هي Pins طبعا زي ما انتو شايفين كده لو بصينا على الرسمة خلاص اللي قدامنا دي هتلاقي ان الجهاز ده بيطلق يعني فيه Pins كتير قوي هتلاقي ال Pins دي منها حاجات تقدر تجنريت بها سيجنل خلاص يعني بتحطه على ال PC تقوله انا عايزة تجنريت ساين ويف المعينة بال Frequency المعينة وال Amplitude المعين فيطلع لك ايه من السلكة هنا ساين ويف بال Amplitude اللي انتو اخترت وال Pins اللي انتو اخترتها تقدر بيه كمان تقدر تقرى بيه حاجات يعني تدخل كده بيه عايز تقيس حاجة فتدخلها على سلكة معينة فيه يطلع لك الاراية بتاعتها على الشاشة بتاعت الكمبيوتر فانت ده هتستخدمه ان انتو تطلع بيه سيجنل معينة انتو تختارها من ال PC وتقدر تستخدمه ان انتو تقرى بيه سيجنل معينة انت عايز تقررها منảo chorus ويطلع لقل اراءة بتاعتك او رسمه على شاشة بتاعت الكمبيوتر لو جينا فتحنا ال PC هتلاقوا ال Shortcut بتاعت ال Program اللي احنا نستخدمه هو Waveforms هتفتح ال PC خلص هتلاقي تلاع لك زي Welcome Window فيها الماين فونشنز اللي انت هتحتاجها او هتحتاج تستخدمها وانت شغيله احنا هنستخدم في الاول experiment او اول لاب اول حاجتين وهما اهم حاجتين حاجة اسمها ال Scope وهاجة اسمها ال WaveGen ال Scope ده تستخدمه لو انت عايز تقرأ يعني هو ده ال Oscilloscope ال WaveGen تستخدمه لو انت عايز تجنرات Waveform معين خلونا كده ايه نعمل اول تست بسيط احنا اول تست عايزين نعمله ايه بس عشان نتعرف على الحاجات ان احنا عايزين نجنرات Signal خلاص ونروح ايسامها بال Oscilloscope يعني انا كان يمطلع Signal من PC واروح ايسها تاني عن طريق ال Aimportport روطها على Oscilloscope واشوف هي هتقاسة تصحها او تقاري تصحها او لا حيث ان انا بقى فاهم الفلو انا اول ما دست WaveGen تلاع ال Window خلاص ال Window دي فيها شكل Signal انا عايز اعملها generation سبق بقى A, DC, sine wave, square wave, triangle, ramp up and so on احنا هنختار ابسط حاجة اللي هي sine wave فيها ان انت تختار الفيقونسي بتاعتك let's say واحد كيلو اه اثنين كيلو عاشر كيلو تقدر تدخل الفاليو بيدك وكذا فيها ال Amplitude فيها ال Offset فيها Symmetry فيها الفيزة احنا مين لي بس اللي هنا هتام بيه دلوقتي احنا يهمينا ان احنا بنتعرف على كلام ده يهمينا ال Frequency و يهمينا ال Amplitude طيب دلوقتي انا مدخل Sine Wave المطلع دلوقتي بجنرية Sine Wave اللي فيه نسي بتاعتها واحد كيلو وال Amplitude بتاعها واحد فولت و الفيز بتاعها بزيد عشان يبتدي يطلع السيجنال دي من يعني يطلعها من Waveform generator انت محتاج تدوس ايه؟ Run الدلوقتي هو رامج معناه ان هو بيجنرية السيجنال دي وتقرى تتباعت تباعت تقرها لو انت وصلت السلكة اللي طلع من الجهاز بتاعك هتقدر تقرى انها فعلا طالع منها Sine Wave بفيك كنسي واحد كيلو وال Amplitude بتاعها واحد فولت مرخوظة كمان هتلاعو هنا عندنا حاجة اسمها Channel 1 يعني ايه Channel 1؟ الجهاز اللي قدامنا ده فيه 2 Channels يعني يقدر يجنرية حاكتين و يقدر يقرى حاكتين عن متر يعني انت ممكن تشغلين حاكتين في نفس الوقت وتقدر تقرى حاكتين في نفس الوقت فان هنا دلوقتي اشغال على تشانل 1 فوق ايه يقدر يقولك انت شغال على تشانل 1 ولا تشانل 2 دلوقتي تشانل 2 هتلاقيها ان هي مششغالة محتاج تدوس لها ايه ران فانا اشغال بس على تشانل 1 دلوقتي وده اللي هنشتغل بي هنشغلين على تشانل 1 كده هنطلع سيجنل من ال Wave 4 لها الساين ويف اللي احنا اتفقنا عليها لو انا عايز اقرأ السيجنل دي اتفقنا عشان نقرأ يبقى احنا محتاجين الاستلسكوب فهروح مختار الاستلسكوب الاستلسكوب ده هتلاقي ليه pin معينة هنا يعني انت لو جيت بصيت على الورقة اللي قدامك هتلاقي فيه pin لحاجة اسمها scope channel 1 positive تمام وكان فيه هنا pin بتاعة Wave 4 generator هتلاقي الpin بتاعة Wave 4 generator 1 احنا اتفقنا كل حاجة فيها ايه two channels خلاص فهتلاقي ليه Wave 4 generator 1 هتلاقي هنا Wave 4 generator 2 هتلاقيها تحت الاصفر هنا فاحنا هناخد اللي هي Wave 4 generator 1 دي اللي هي طلعت لي الساين ويف بتاعتي اللي هي السلكة اللونها اصفر طب دي اللي طلعت السيجنل انا عايز اقرأ اس اتفقناها اس بايه اتفقناها نقرأ بالاستلسكوب هنقرأ بالاستلسكوب let's say channel 1 اللي هي ال orange اللي على الجنب خالص الجنب الشمال خالص فبداها اسكوب اسكوب channel 1 ده اللي هي اس بيه طيب دلوقتي انا اتفقنا مطلع السيجنل بتاعتي على السلكة اللي لونها اصفر دي دلوقتي اللي مطلعها الساين ويف اللي طلعت منها ال pc اللي هي واحد كيلو واحد فولت امبليتود طب انا عايز اعمل ايه انا بس عايز اراح اقاسها على طول فانا هاخد ال output اللي هي السلكة الصرفة عايز ايه اقاسها تأكد ان الحاجة اشغالها صح فرحت وصلتها على السلكة اللونها ايه orange دي اللي هي السلكة اللي بقره بها طب بعد ما عملت الكلام ده بعد ما وصلت هروح على ال pc وهدوس بعد ما فتحت الاستلسكوب هروح دايس ايه run هيبتدي اقرأ الاراية هلاقي ايه بقى تقرأ قدامي هلاقي اللي تقرأ قدامي زي متو شايفين الصين ويف تقرت اهي يبقى كده ال pc قالي ان يدخله على السلكة ال orange اللي احنا اتفقنا عليها صين ويف طيب هتلاقي عندك موردو ايه 2 channels هنا على الجنب في channel 1 و channel 2 channel 1 اللي هي لونها أصفر channel 2 اللي هي لونها level احنا دلوقتي مدخلين ال input بتاعنا على الاولين لا انا بقرأ عن طريقة channel 1 فانا مش محتاجة channel 2 دلوقتي ايه ممكن نطفيها فانا كده قدامي channel 1 اللي هي مرسومة بالأسوط في هنا شوية حاجات ممكن تتحكم بيها خلاص ده اللي هو ال base بيقولك كل مربع يعني يمثل كم ميلي ساكند يعني هنا انا عندي المربع 1 ميلي ساكند per division خلاص وانا عندي اصلا ال frequency بتاعتي 1 كيلو هرتز فاتوقع ان ال 1 ميلي ساكند اتكفي complete cycle من sine wave لو بصيت كده هتلاقي فعلا ان انت بتخلص cycle كاملة اهو في خلال division 1 ليه بتخلص cycle كاملة في خلال division 1 انت لفيه كونستي تاعتك 1 كيلو والمربع ال 1 بالعرض يمثل 1 ميلي ساكند فهتلاقي period تاعت الصين كلها جوه المربع وهكذا لو انا خليته لو خليت ال base ده let's say 0.25 ms per division هتوقع ايه هتوقع ان الصين ويف هحصلها ايه هل هتوقع ان الصين ويف هتترسم لي في اربع مربعه زي ما انتوا شايفين ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة وتبتدي تتعاد تاني وهكذا فانت تقدر تتحكم في ال resolution time عن طريق ايه اللي هو ايه ال base بتاعك ده كل مربع يمثلك او كل division يمثلك كام ميلي ساكند او كام مايكرو ساكند وهكذا وكذا احنا تعالوا نركحها تاني واحد ميلي ساكند ميلي ساكند per division زي ما كانت موجودة ده كده بالنسبة لل time انا قصت تتحكم كل مربع بقى في ال amplitude يمثل ايه تقدر تتحكم فيها في كل channel واحدة اللي هو ال range الكلمة range دي بيقولك كل division يمثلك ايه كام ميلي فولت هنا ال division يمثل 500 ايه ميلي فولت وانا عم اتوقع ال amplitude بتاع الصين ويف وكان واحد فولت فالصين ويف دخلة جوه ايه ال amplitude بتاعها مربعين فوق ومربعين تحت ايه لو خليت كل واحد منهم يمثلي 250 ايه اللي هيحصل هلاقي ال amplitude بتاع الصين ويف بقى جوه ايه فوق اربع مربعات وتحت اربع مربعات زي ما انتو شايفين او اربع divisions فوق اربع divisions تحت كل واحد منهم هدي 250 250 250 250 250 250 ميلي في فوق واحد فولت وفي تحت واحد فولت خبص ممكن نرجعه تاني انه يتبقى 0.5 لا ده سوري ده احنا هنا لعبنا في ال time ممكن نرجع ده تاني هنا يبقى 500 ميلي فولت احنا كده فهمنا الدنيا ناشية ازاي يبقى كده نلخص كل اللي عملناه هنا على ال PC احنا اتفقنا عندنا welcome window عندنا حاكتين اساسيين هنستخدمهم في ال welcome window سواء ال waveform gen ده اللي بجنريت بي سيجنال ال scope ده اللي بقره بي سيجنال فتحنا ال waveform gen عملنا generation sine wave اخترنا frequency واخترنا amplitude اتفقنا ان هي هتطلع لي على البلناية معينة في الجهاز بتاعي ده تقدر تفتكر البلناية المعينة دي من الرسمة اللي قدامك هنا كانت waveform generator 1 اللي انا كنت مطلقها كانت على السلكة الصفرة بعد كده اتعلمنا نفتح ال scope بتاعنا وقلنا ال scope ده بياخد اراية من بره يدخلها على ال PC البلناية بتاعت ال scope في الجهاز اللي احنا شفنا هنا البلناية بتاعت ال scope هي عبار عن اول واحدة هنا على الشمال خالص لبلناية ال orange فانا اخدت ال output بتاع ال wave generator اللي هو السلكة الصفرة ووصلتها بالسلكة ال orange عشان اقرى فعلا نتأكد ان ال PC متعلها على ال رأي صح كتست بس ان انا بتعرف على الجهاز وكده وبعد كده رحنا هنا على ال PC فتحنا ال oscilloscope وفهمنا يعني ايه channel 1 channel 2 عندي 2 channel زراء اراحتين في نفس الوقت عارفنا زي نتحكم في كل division يمثلي كان في ال time و عارفنا زي نتحكم كل division يمثلي ادن ايه في amplitude channel 2 لو انت مش محتاجها اقض فيها انا لو شغلتها هتلاقيها area zero ان انا مش مداخلين عليها اي حاجة خلاص فاشغلها بس وقت ايه ما تحتاجها ده كده ايه كintroduction بسيط عن ال tools اللي انتو هتستخدموها ال PC based oscilloscope function generator وهي ال power supply شكرا بش منسينا